ازايكم عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنتكلم عن العناية بالبشرة انا بشريتي دهنية فهتكلم عن الاستخدامات اللي بستخدمها للبشرة وان شاء الله برضو اكلمكم عن كذا بشرة بس اول حاجة في البشرة عمتا ان انت لازم تخسليها كويس جدا جدا فهنخسلها بايه طبعا مش بالصابون ولا بالمية بس نيازم كن عند الجهاز ده كده او الفرشة زي ما انتم شايفين دي انا كنت شرياها من على امازون مش فاكرة بصراحة كانت بكام بس اعتقد ان هي ب14 يورو 17 يورو ما بتتعداش كده حلوة قوي وبييجي معاها زي ما انتم شايفين واحدة لازالة المكياج راس دي ودي للسكراب للبشرة ودي طبعا للغسول اليومي اللي بتخسلي بها البشرة تمام يبقى ده الجهاز اللي متوفر لغسول البشرة تمام لازم يكون عندنا نوع من انواع الغسول زي ما انتم شايفين كده انا كنت باستخدم افان للمركة للبشرة الدهنية مركة حلوة جدا وحلو بس في عيب مشكلة ان هو بينشف البشرة قوي قوي فيعني انا حبيته بس هو بينظف كويس بس عشان بينشف البشرة فما حبيتش اجربه تاني فزي ما انتم شايفين كده اشتريت جارني حلوة قوي وجميل وكمان ان هو بالالوفيرا اللي هو بالصبار فعجبني جدا جدا فان شاء الله اجربه ويكون حلو زي ما الناس كتير بتقول عنه رفيو تمام كويس بعد ما بتخسلي بشرتك بقى بالجهاز ده كده بتيجي لتاني خطوة اللي هي بتقفلي بصريتك بالتونر لو متوفر عندك مية ورد تمام لو مش عندك تونر زي ده كده بتقفليها بالتلج فانا بصراحة كنت دايما باستخدم مية الورد المرة دي جبت تونر من قلزا اول مرة هستخدم المركة دي برضو وبردو بنات كتير او يوتيوبر كتير بيقولوا عليها ان هي حلوة فهنستخدمها معاكم ونشوف ايه النظام فيها يبقى احنا كده غسلنا البشرة وقفلناها بتونر او مية ورد بنيجي بقى لمرحلة الترتيب بتاعنا تمام انا عندي عشان بشرتي دهنية بستخدم كريم نيفيا صوفت دول كريم عادي خالص بستخدمه حلو قوي شايفين انا كمان خلصوا يعني هجيب واحد قريب بحط ده منه على البشرة كويس جدا وبعدين بعد ما بحط ده بحط ده دي مركة لسه نازلة جديدة اسمعي بس فيه بنوت قالت عليها الده بصراحة انا ماشتريتوش انا جبته من على مجلة اللي هي موجودة في قطار يا اسمعي جراتسي هجرب الكريم ده ولو عجبني ان شاء الله هجيب كل منتجات البشرة وهحاول ان انا جرب الغسول بتاعه لان بيسامع ان هو كويس جدا كمان عندي مشكلة ببشرتي اللي هي الحبوب فانا رحت مكان زي الصيدلية بيبيع حاجات كده كلها بيوم مش صيدلية يعني حاجات كلها طبيعية وقلت لها على المشكلة اللي عندي فدتني ان الكريمة دي حلوة قوي بصوا هي برضو بزيت بالالوفيرا بالصبار وكمان فيها زيت الشاي عايز اقول لكم ان الكريم ده حلوة قوي يعني لو انتوا عندكم حبوب في بشرتكم او كده خدوها سكرينشوت وروحوا الحاجة زي الصيدلية هي مش صيدلية هي صيدلية اعشاب فكلها حاجتها طبيعية جدا هبقى اكتبلكوا اسمها في الديسكريبشن بوكس كمان عندي طبعا لازم ترتيب البشرة عندي دي اللي هي زبدة كاكاو عادية جدا بتعم العسل حلوة قوي وكمان يعني لازم بما انك بتعميلي بشرتك فانت لازم ترطبي كمان الشفاية طبعا بعد ما تحطي كريم الترتيب وتستني خمس دايق على ما تشرب بشرتك هتحطي ايه طبعا 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 واك الشمس صيف شتة لازم يبقى عندك بتحطي منه النقطة بسيطة جدا حتى لو مش هتخرجي بيحافظ على بشرتك وبيديها يعني لان الاشاع اساسا بتدخل جوه النور والكلام ده اللي موجود في البيت بيأسرع البشرة فده حلوة قوي تمام برضو من ماركة افان كنت جايبها مع الغسول دول حلوة قوي باستخدم ايه كمان للبشرة بعمل ليها مرتين في الأسبوع الماسك ده ده سكراب وماسك تلاتة في واحد حلوة قوي 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 يعني هو سكراب وماسك وكمان منقشر عايز اقول لكم ان انا بعشقه بجد بعد ما بتستخدميه وده بيستخدم لمدة دياتين او تلاتة بتعملي بيه على بشرتك كده بحركات دقرية حلوة جدا جدا اتمنى لو انت بشرتك دهنية تجربيه جميل جدا جدا انا باستغناش عنه بعمله مرتين في الأسبوع وهي ده الروتين الخاص ببشريتي والمنتجات المتوفرة لو مش عندك تونر فانت ممكن تستخدمي مية الورد انا عن نفسي باستخدمها وحلوة قوي قوي وجاملة جدا ده هقفل معاكم الفيديو لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وشيرو سبسكرايب للقناة واستنوني في فيديو جديد هنتكلم فيه عن العناية بالجسم بقى وازاي بعمل باهتمام بالجسم وهتكلمكم عن كمان الكريمات اللي باستخدمها خصوصا بعد الشوار واشوفكم على خير في فيديو جاي باي باي